تجهيزات المقاتلة البحرينية سابرينا سابرينا تجهيزاتها الأخيرة قبل دخولها إلى القفص نعم وتدخل الآن سابرينا المقاتلة من مملكة البحرين إلى القفص وتدخل الآن المقاتلة النيوزلندية ميشيل من توكيو طبعا هذا النزال إعادة للنزال حصل قبل أيام قبل فترة بين ميشيل والمقاتلة البحرينية من الفاسبي المقاتلة البحرينية فهذا الثأر نزال ثأري أو ريماتش من اللي صار كان ينتظر هذا النزال في وزن الريشة سابرينا من البحرين أمام ميشيل من نيوزلندا نزال ناري 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 الكل كان يتكلم عليه في هناك كلام خلف الكواليس بعد هذا النزال يمكن تذهب إلى الاحتراف فوز خسارة أو تعادل بعد هذا النزال يعني بعد هذا الإفنت بعد هذا الحدث البحرينية هي اللي فازت آخر مرة نزال ثأري وناري شوف الجسن نبض طول إلى حوالي عشرين ثانية بالهوات من شوف الجسن نبض نعم حذر شديد من كل المقاتلتين سواء البحرينية أمن نيوزلندية ميشيل آخر مرة لما كانوا جدين داخل طاق مستبرينا هنا فازت من البحرين ممتاز من البحرينية طبعا لو فازت المقاتلة نيوزلندية ميشيل وينهبون إلى احتراف لأن الناس تتكلم على نزالات أثان هوات أنه كانت مرة ببرة وقاعد إذا تلاحظون طبعا أعزائي مشاهدين لو القاع عم برة تشوف رئيس الاتحاد أميسر الاتحاد الإمارات قاعد يتفرج تشوف رئيس الاتحاد الآن ما بقاعد يتفرج وكل قاعد يترقب هذا النزال الحك يعني حتى هناك هدوء في بقية الأقفاص أصطن ولا نزال في بقية الأقفاص أعتقد كل الأقفاص قاعد تتطور هذا النزال حدو يعجلني الإثار هاي فيها روح الاحتراف طعم الاحتراف الوقفة لميشيل بالأشول نعم أووو البخور قوي على الفكر على أول مرة شوف لباس ذهبي عادر شوف لباس أزرق وأحمر لا أنا كنت موجود في عم سا نعم وكان في تواجد اللباس الذهبي ممتازة كانت طبعا الليل الماضي آلا كانت فيها وزن تشوف نزال حذر جدا رياضي ما في مجال للغلط أبدا لا لا بالضبط دقيقتين منزل لفايز ما حم يعرف من الفايز في هاي دقيقتين يمكن الأضلية قليلا للمقاتلة البحرينية صراحة سابرينا دي سوزا من مملكة البحرين هي اللي فازت فيه النزال اللي بيناتو في بطوتر عالم أو في بطولة سابقة يعقب الأشهر تحس كأن القوة الجسمانية لصالح سابرينا دي سوزا ولكن مشيل عدها الطول بس ما قاعد تستخدمه شوف لما سمعه عشر ثواني الكل يحاول يسلقها هاي الجولة تمويه تمويه بس ما قاعد تستجيب إلى دي سوزا مشيل قاعد تمويه تمويه تنتهي الجولة الأولى جولة حذر شديد يمكن نعلمه هذا أبرز أنا عندي نظرية لما واحد من المقاتلين يذهب إلى المقاتل الثاني ويسلم عليه والمقاتل الثاني ينتظره يتحس كأن المقاتل يذهب يعني بعيد عن طريقة يذهب يعني يأخذ يتعنى عشان يروح ويسلم على المقاتل الثاني يتحس كأنه فيه خوف أنا جربتها بالاحتراف نظريتك الخاصة هذي بس تحس كأنه واحد يبحث عنه يسموا الابروفو يبحث أنه أنه أن الرضا الخصم أنت لما تقاتل ما المبضوط تحصر الرضا الخصم بعد النزال سلم عليه تريد بس قبل النزال أعتقد لما تبحث عن الخصم بس عشان سلم عليه عارف مرات أشوف حتى المقاتلين بالاحتراف يأشر له تريد السلم والمقاتل المسيطر يقوله لا يعني تعف العامل النفسي العامل النفسي يأثر عليه خلي شوف أريدك تحاول التوياه يتعلق بالنزالات الاحتراف ولاحظ أن المقاتل اللي يبحث عن الرضا الخصم يمكن يكون المقاتل اللي يخصر أو الخائف أكثر نرجع للنزال النيجلندية بالأحمر البحرينية بالذهبي سابرينا ديسوزي من البحرين تسلسلات المقاتل البحرينية قوية جدا ميشيل بالأحمر مونتاقو ميشيل مونتاقو دبل أم شو قاعد تتظرها قاعد تتظرها أول التحان في نزال لا والله المقاتلة البحرينية قوية يعني قاعد تشوفها قاعد تعمار مضغوطة شوية يعني تقول إلى المقاتلة اللي بيع لها أشرس ميشيل لكن يمكن حلول المتاحة بالنسبة لنيجلندية الركلات نتكلم عن الكيكس لازم أن تأطل في القامة بس شفتها؟ لا أبدا أنا أتفق معاك طبعا بس قاعد أقول يعني إحنا لمشفنا ولا ركلات دائما تخلي المسافة موجودة بينها وبين القاتل البحريني تحركات حذرة المشكلة لما يكون هناك يعني مستوى عالي جدا مرات الجميع يقول يكسلوا بعض وهذا أشوفها يعني كأنه الحذر الشديد يضيع من قيمة الفنية للنزال وأول مرة نشوف كافكك ركلة إلى باطلة الرجل شوف الأوفررايت ممتاز بالنسبة للمقاتلة البحرينية وشوف الجابة اللي قاعد تستخدمها ميشيل بس مو فعال مقاعد أشوفها اللي قاعد تبعد مسافة ميشيل محتاجة ضربه تأقوى يعني على الأقل فتشي لازم نسوي حركة تعطيها الأفضلية في هذه الجولة وإلا إحنا نجعلها جولة أخيرة وصعب تأخذ الجولة الثالثة بعد خسارة الجولتين بس إحنا شايفيها في الفين وقتين المختلطة أي شيء ممكن يصير فيها ضربات الركبة أيضا موجودة إلى الجسد كيت كفرولي صالح المقاتلة الموزلندية ميشيل مونتاقو خلاص يعني يتكلم على مقاتلين ما من أكثر البحرين قتال الأرضي وديسوزا لا تختلف عنهم آخر مرة شفنا المقاتلة البحرينية أخطة السلام هل يكون هناك استسلام ثاني للمقاتلة ديسوزا سابرينا ديسوزا ميشيل قاعد تقاو أنا دائما أقول بالهوات الخروج من يعني أخذ الظهر أسهل هناك مثل يزجح نقول على راجغارد نعم عشر ثواني تقيبة عنهاية الجولة الثانية وجولة ممكن صعبة راح تكون على حكام لكن نشوف أفضلية فرق بسيط لصالح القاتلة البحرينية وتنتهي الجولة الثانية مشاهدين الكرام أنا أعتقد جولتين لا شيء صراحة يعني إذا قلنا مثلا خذنا سيناريو أنه ممكن تكون جولتين لا شيء يعني حلول المقاتلة النيوزرندية لازم تنهي النزال سواء بضربة قاضية أو بضربة فنية قاضية أو بإخضاع أو على فكرة البارحة عدد الإخضاعات والإستسلام أكثر من الذهاب إلى القضاء يعني بارحة 89 نزال فقط 42 منهم ذهب إلى قرار القضاء بإجماع بس كضربات قاضية واستسلام كان آقل عندك 12 مرة سواء 42 قرار بإجماع القضاء لمحات من الجولة الثانية مشيل إذا تريد إذا تريد تخلينا حتى الاحتراق هيكون عالي لازم تحاول تفوز بهذا النزال ليش؟ عشان يكون مثل ربر ماتش نزال مطاطي يعني إنهاء طريقة تعادل متى لما يذهبون على الاحتراف دسوزة اللي على ميشيل إنها تكون مبادرة أكثر في الضرب الرقلات لازم تكون موجودة مرة أخرى محب يسأل أنا أنا مفاهمة يعني ما أعتقد ميشيل قاعد تحاول تسقطها مرة مرتين ثلاثة ما قاعد تنجح نجحة المرة الثالثة هل تتحكم بها؟ نعم هل تأخذ ظهرها؟ نعم محتاج أن تأخذ الريميك تشوك يمكن أو تأخذ الاستسلام ضربات الركبة الآن متاحة بالنسبة للميزلندية ميشيل للجسد نعم حتى بالاحتراف المتاحة للرأس طبعا هناك فرق مقاومة ما شفنا أعزائي المشاهدين طبعا لحد الآن ضربات ممتازة من ميشيل ميشيل في أول دقيقة سوت ضرر أكثر وفرت عليها سابرينا دسوزة سابرينا دسوزة عدها لو تكتر تحصل عن نيبار وهذا قاعد تحاول عايش وقاعد تحاول تلتسكت نيبار للقدم اليسرى وفعلا قاعد تأخذ نيبار أخذت نيبار محاولة السلام للنيبار وأخذت النيبار هل 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 تسوي تاب لا الزاوية ومحاولة لنيبار لصالح المقاتلة سابرينا طبعا شو المفضول تسوي مفضول تسوي مفضول تسوي إلى جانبها وتحاول تتني ركبتها بمساعدة اليد وهذا قاعد تسوي قاعد تحاول تسحب ضربات 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 وشوف قاعد تتني ركبتها فعلا طلعتها من المرة أخرى محاولة نيبار شو ضربات الجسد لصالح المزلندية المفضول تدفع حتى قدمها عشان ما يتثبتها وطلعت من عدها عدها دقيقة وحدها سابرينا أوه سابرينا لفت على القدم الأخرى هاي القدم الأخرى صح؟ تهي راح تحاول قدم وصناتها مثنية صح؟ مثنية أكثر من لازم لازم تسوي تاب شفت الزكبة سراح تبثنك أكثر أكثر تنية لكن يعني عايز قاعد يصير هاي في أكستنشن الزكبة لكن في النهاية يمكن الجولتين اللي جولي على على نشيل لأنها يكون بعمل أفضل يعني مو ما قاعد تحاول مسكين قاعد تحاول بس يعني التفوق الواضح لسابرينا دي سوزا من البحرين في كل النواحي القتال الأرض يعني هم زين ما طقت ركبتها ولكن باقي قلم عش ثواني أعتقد بعد قدير راح يكون الفوز الثاني بين مقاتلتين واثنين وانتهى النزام شايدين الكرام وشوف هي رفعتها حالو وبانتظار قرار لجنة الحكام هل قرار راح يكون صعب رياض على لجة التحكيم لا راح يكون صعب أعطي الذهب للذهبية يعني وصلها للذهب للذهبية اللي لابس اللون الذهبي ترجمة نانسي ترجمة نانسي صعب بإجماع قرار لجنة الحكام لصالح البحرينية سابرينة دي سوزة شكرا